موسيقى مساء الخير مشاهدة قناة لايلايف وحلقة جديدة وصفحة جديدة حضراتكو لو نتأمل مع بعض بعد إذن حضراتكو يعني قدماء المصريين مصر القديم اتفرعنا أجدادنا اللي من حوالي سبع تلاف سنة الحقيقة كان عندهم حس فني بشكل كبير جدا في كل حاجة في حياتهم وطبعا الدليل يعني ان احنا طبعا شفنا بعد كده بعد عدة سنين لما اكتشفنا المقابر واكتشفنا المعابد واكتشفنا كل ما يتعلق بقدماء المصريين من سبع تلاف سنة لقينا بقى نقوش ولقينا أدوات اكتشفناها بتقول انه من سبع تلاف سنة المصري بيحب الفن الفن في كل حاجة الفن في انك انت ترسم على الجدران الفن في انك انت يبقى فيه عندك آلات موسيقية اكيد عندك آلات موسيقية يبقى عندك عصف يبقى عندك حضرتك نغمة معينة أو يعني بيأكيد كان بيقلفه مثلا أغاني أو بيقلفه ألحان معينة فن في انك انت حضرتك يبقى فيه الحلي اللي بتزينوا بيها دي والألوان العظيمة والأحقار الكريمة الفضيعة اللي لحد دلوقتي من سبع تلاف سنة وإحنا بنقول إهل الجمال والروعة دي فن حضرتك في الأزياء اللي كانوا بيلبسوها زمان وإزاي المرأة تكون لابسة إزاي والتاج بتاعها يبقى عامل إزاي والراجل يبقى لابس إزاي وحضرتك الإله المفروض يبقى لابس إزاي فن فن في كل حاجة حتى في المعبد نفسه وتصميم المعبد نفسه بنحب الفن يبقى فيه لمسة جمالية لمسة رقي لمسة وعي بأهمية الإله وتقديسه مثلا وإنه المحافظة على الدولة المصرية القديمة إنك انت مثلا ضد النستعمر اللي كان عايزة استعمر مثلا الدول زمان أو الدولة المصرية زمان من قدماء المصريين الفن فإنك أنت تعمل ديزاين لعربة حضرتك حربية عشان تدافع عن وطنك الفن داخل في كل حاجة داخل في الجينات المصرية من أكتر من سبعة تلاف سنة والفن يعني نوع من الرقي الفن يعني نوع من التخيل وإنك تتخيل وتتأمل عشان تبدع في أي حاجة أنت بتعملها فن معناه وعي إنه يبقى عندك رسالة وعي بشكل أو بآخر فإنك أنت تقول إنه حضرتك النهاردة هنعمل الشمس طبعا أكيد الفن مع العلم طبعا أكيد اللي هما العلم اللي إحنا بقالنا سبعة تلاف سنة واكتر بش عارفين هما جابوا العلم ده منين بس حتى العلم نفسه فيه لمسات فنية النحت اللي هما كانوا بينحتوه في التماثيل اللي المفروض سنة معرفش كام في تاريخ كام في الشهر كام في الدقيقة كام تنزل الشمس على وجه الفنان المبدع اللي عمل الإله وعمله تمثال فالفن في جينتنا في الجين المصري من زمان قوي معلومة يمكن الناس كتير ما تعرفهاش مرورا بقى بسنوات كثيرة 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 إحنا تاني دولة في العالم يخش فيها عندها السينما لأسباب أو لأخرى بقى أيا كان الأسباب إحنا تاني دولة في العالم عندها فن السينما فن السينما ده بيجمع كل الفنون ديكور ماشي تصوير ماشي صوت ماشي حضرتك ديكور ماشي ديزاين ملابس ماشي كل فنون الفراعنة من سبع تلاف سنة بتخش في مجال الفن السينمائي فإحنا تاني دولة في العالم في القرى الأرضية يبقى عندها سينما زي ما إحنا تاني دولة في العالم يبقى عندنا قطار أو هو قطار السكك الحديد يعني إحنا تاني دولة في العالم فالمصري بيحب الفن طول عمر وحتى لو مر علينا سنين مش حلوة وأحملنا فيها الفن أو بشكل أو بآخر حضرتك يفضل الزوء العام عند المصري والفن المصري بيوجه الاتجاهات للشعب المصري نفسه في خدمة بلده وفي خدمة فنه وفي خدمة الرقي والحفاظ على بلدنا بشكل أو بآخر حتى على فكرة لو تلاحظوا يعني حتى العشوائيات الأكتر العشوائيات بشكل عام اللي تبنت في مصر ويبقى مثلا العمارة من بره تبقى مش يعني مش متشطبة حلو مش معمولة طوبة أحمر أيا كان الأسباب يعني لكن تلاقي جوه حضرتك تلاقي عامل قط النوم بلون مثلا يعني البنت بامبي تلاقي عامل المطبخ عامله لون معرفش إيه عامل القط الصفر عامله مش عارف زي زرقه إيه والدليل حضرتك وانت ماشي في الطريق الدائري وانت جاي من مصر الجديدة ولا جاي من أي حتة رايح على بدنت الانتاج الإعلامي وشايف العمارات اللي تهدت على اليمين والشمال في العشوائيات عشان توصيع الدائري هتلاقي الشقة اللي تهدتي وطبعا عواضوا الناس طبعا أكيد حاضرة ألوان حلوة وجميلة معيني العمارة من بره كانت وحشة جدا بيحب الفن مزروع جواه مرورا بقى بسنوات كثيرة الفن ليه بنحب يعني واحد من أهم الأسباب اللي بتخلي الواحد حضرتك يحب مثلا الأفلام الأبيض وسود وكلنا العالم العربي كله يحب الأفلام الأبيض وسود وكمان بعض الأفلام كتير من الأفلام الأديمة برضو الألوان والتاريخية والاهتمام بالتفاصيل وأول تفصيلة هي إيه؟ هي كتابة الفكرة أو كتابة السيناريو كتابة الفكرة وكتابة السيناريو وبناء عليه تدي للإنتاج عشان ينتج بقى الحكاية كلها فحضرتك زي ما بقول القوى النعمة المصرية من زمان جدا مسيطرة على العالم العربي والإسلامي بشكل كبير جدا وكنا بنصدر اللغة المصرية من خلال الفن بتاعنا إذا كان غنى إذا كان سينما إذا كان مسلسلات إذا كان مر علينا بعض الوعكات أيوة لكن تحس دلوقتي إن إحنا بتدينا نرجع تاني للإيمة القيمة والقامة المصرية في الأعمال الفنية بشكل عام فخامت السيد رئيس عفتاح السيسي حضرتك كان مبارع في مداخلة تليفونية مهمة جدا مع أحد إحدى القنوات الخاصة حضرتك في وجود الكاتب عبد الرحيم كمال العمل مسلسل القاهرة كابل فخامت السيد رئيس عفتاح السيسي واضح أنه كان متابع الحوار كويس وكان الحوار بيدور حوالين الهوية المصرية وقد إيه إن الفن ليه دور كبير جدا في إنك إنت تعرف اتجاهات الدولة رايحة فين وفي نفس الوقت تبقى حب الوطن وإنك تحافظ على بلدك وإنك إزاي تحافظ على الدولة بتاعتك عشان ما تسقطش وتقع زي ما حصل في بعض الدول اللي حوالينا فخامت السيد رئيس عفتاح السيسي الحقيقة دخل في هذه المداخلة التليفونية يعني ودايما هو بناء إيه البرامج اللي فيها فكرة جديدة لو تلاحظوا حضراتكم يعني دايما يخش يتكلم في موضوع البرنامج أو موضوع القناة اللي هو بيتكلمه فيها لازم يكون فيها فكرة معينة لازم تتوضع فيها فكرة معينة وهو دايما فخامت السيد رئيس عفتاح السيسي بيقول دايما إيه؟ أنا دايما بدور على الفكرة 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 اللي تخدم بلدي الفكرة اللي تخدم الابتصاد الفكرة اللي تخدم التعليم الفكرة اللي تخدم كل مجالات مجالات الحياة بشكل عام فكان فيه حوار جميل جدا عن ازاي الأعمال الفنية لها قيمة والأعمال الفنية لازم تكون مهمة جدا في النهية تخدم في الأول وفي الآخر استقرار بلدنا ويبقى فيه وعي أكتر وأكتر للمواطن المصري في كل المجالات وازاي الدول الأخرى حصل لها أن الشباب بتاعها اتاكل دمخها باسم الدين ولا اتاكل دمخها باسم أي كان الاسم ده بس في الآخر سقطت هذه الدولة بسبب عدم الوعي من الشباب أو الأجيال الجديدة اللي بتحاول الجهات الأخرى اللي هي بتحب الشر أنها تسقط الدول بهذه الطرق يعني وصرح في خامة السيد الرئيس أنه إحنا أولويات إحنا عندنا أولويات للدولة المصرية في الفترات اللي فاتت السبع سنين اللي فاتوا دول أنا بوضح أكتر يعني ولكن الفن والقيمة الفن والوعي وكل حضرتك والكلام المهم ده هو موجود والمفاجأة الجميلة الحلوة أنه صرح لأول مرة أنه إحنا عندنا تجهيز لدعم الأعمال الفنية اللي تخدم استقرار وتهدم الوعي للشباب المصري وتخدم الكثير والكثير أنه إحنا نفهم المفاهيم الكثيرة نوضح المفاهيم الكثيرة اللي ممكن تكون غيبة عننا بقالنا سنين وممكن تؤدي في الآخر إلى انهيار دولة أو إسقاط دولة أو 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 إذا كان في الدين إذا كان في العقيدة إذا كان في السياسة إذا كان في عدد السكان والزيادة السكانية إذا كان إذا كان حتى فيه سؤال من المزيعة المحترمة يعني حضرتك سألته ايه اللي رأي حضرتك في انه مثلا من المواضيع اللي مهمة ان احنا ممكن نتكلم فيها فقال لا لا المواضيع كتير التحديات كثيرة جدا المهم انه هو صرح بانه عندنا دعم الدولة نوية خش دعم تدعم الاعمال الفنية اللي ممكن تكون بسبب الرسالة بتاعتها ممكن تكون مش تجارية فمتحققش ربح لكن الدولة هنا ممكن تتدخل وتقدر ان هي تقوم بدعم الافكار والسيناريو اللي ممكن يخدم في الاخر وعي المواطن المصري ويخدم في الاخر حب والانتماء الى بلدك بشكل او باخر وزيادة الوعي في كل المجالات طبعا الرسالة دي اكيد وصلت لكل الفنانين اللي موجودين في جمهورية مصر العربية واكيد فرحتهم لانه في بعض الفنانين في الفترات اللي فاتت كانوا الى حد ما بمشتغلوش بكل صراحة شديدة يعني فاكيد معنى كده انه الدولة لا الدولة فهمة وشايفة انه اهمية الفن واهمية انك انت تدعم هذه الصناعة الهامة جدا في انك انت ترسل باعمال فنية متنوعة ايا كان بقى اذا كان كوميدي اذا كان دراما اذا كان اعمال تاريخية اذا كان اعمال ايا كان الاعمال انا عندي بس ملحوظة صغيرة عشان اختم هذا الموضوع دائما حضراتكو المفروض انه يبقى فيه مجموعة من المتخصصين عشان ينقوا البذرة اللي حتتحط في الارض عشان تطلع شجرة فتصمر وعي ادباء فنانين عندهم اعمال وصابقة خبرة كتاب سيناريو كتاب دراما عندهم خبرة وعندهم اعمال بتدل على الانتماء للبلد بتدل على انه هما عندهم حب للبلد وممكن عندهم الامكانية انه هما ينقوا من الاعمال الفنية ما هو ممكن يقدم ليه فخامة الصيدة اسعى فتاح السيسي او الجهة اللي سوف تدعم هذا العمل فلازم يبكون متخصصين وعندهم خبرة عشان يفلتروا الاعمال اللي ممكن تقدم لان احنا عندنا كتاب كتير جدا متخصصين في هذا المجال وعندهم الموهبة الكبيرة عندنا موهب كتيرة جدا وعظيمة جدا على فكرة ايا كان العمل تاريخي دراما يعني كوميدي حربي عشان بعد كده الدولة تدي دعم اذا كان مادي او اذا كان معنوي او اذا كان حتى مثلا زي ما شفتوا حضراتكم بعض الاعمال السينمائية والتلفزيونية اللي فيها الكثير والكثير من الدعم من القوات المسلحة المصرية باستخدام حاجات حقيقية تدي احساس فخر لدولتك وبلدك وجيشك وشرطتك دول كتيرة في العالم بتلعب اللعبة دي زاولها طبعا الولايات المتحدة الامريكية اللي احنا حضرتك قيامة القرى الارضية انبهرت بالافلام اللي ممكن تكون يعني خيالية شوية وزيادة افوارة قوي في المجتمع الامريكي يعني دي نوع من الفن حضراتكم فاكرين بعد الاعمال الدرامية لهجوم الدراما التركية في العالم العربي وبعدين اكتشفنا الكثير والكثير من النواية فحقيقي الاعمال الاعمال الفنية دي بتخدم بتخدم بشكل كبير جدا المجتمع بتخدم بشكل كبير جدا انك انت تخش كده وتغمض عينيك دي اذا كانت في السينما وتخش كده وتقوم امركز وتعيش حالة معينة بتخش جوه احساسك وبتخش كل جوه مشاعرك بتغيرك بدون ما تحس حب وطن حب اهلك حب سجتك حب يعني احاسيس جميلة وده ميزة السينما يعني جمال السينما طبعا والدراما طبعا التلفزيونية سكان مسلسلات يعني فلازم يبقى فيه متخصصين ينقوا البذرة الطيبة اللي هو السيناريو او الفكرة الجيدة اللي هتخدم الهدف الوعي اذا كان اذا كان اذا كان فتزرع فتبتدي يبقى تنتج هذا العمل تطلع وتطرح شجرة اللي هو الفيلم او العمل السينمائي فيبقى عندنا ثمرة وهي وصول الفكرة ووصول الوعي للمواطن اللي حيشاهد هذا الفيلم او هذا المسلسل مهم جدا الناس اللي هتفلتر الافكار والسيناريوهات لتقدمها للجهة اللي هتدعم السينما المصرية والدراما المصرية ده موضوع موضوع التاني حضرتكم عشان نخش بعد كده في الاخبار موضوع ههم جدا برضو ويمكن يعني ده 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 واحد من اهم يعني الموضوعات المهمة يعني الدكتورة هالة زايد وزارة الصحة حضرتك من اقل من 48 ساعة كان فيه مؤتمر صحفي بيتكلم عن التطعيم في مصر وحضرتك نقدر نقول ان احنا بدأنا العد التنازلي للتطعيم الاجباري ما بقاش اختياري لبعض الجهات المعينة يعني اولهم الكلام اللي اتقال في هذا المؤتمر المهم جدا وهو انك انت لازم نطعم بسرعة شديدة جدا 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 عشان كده بقول سباق مع الزمن كل اللي بيشتغلوا فيه مجال التربية والتعليم ومجال التعليم بشكل عام اذا كان تعليم جامعي او تعليم حتى اه 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 يعني ابتدائي وعدادي وسنوي يعني اللي هو التربية والتعليم بسرعة جدا 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 الخطوة الاولانية او المعلومة الاولانية انك انت لازم نطعم كل الناس اللي فوق 18 سنة مبدئيا كده بشكل عام اللي قال من 18 سنة كطلبة يعني مثلا لا فوق 18 ده السنة يبقى معناها كل اللي موجودين في الجامعة والمعاهد بقى وكده جدا فحضرتك اي استاذ او اي اداري او اي انسان بيشتغل فيه وزارة التربية والتعليم في اي مدرسة ايا كانت في اي ادارة حضرتك ممكن تكون حضرتك في بورسعيد ممكن تكون حضرتك في السحل الشبالي ممكن تكون في اسكندرية بتصيف ممكن تكون في اي حتة في جمهورة مصر ممكن تكون رايح الصعيد بتزور اهلك او يعني رحت في حتة او في اخرى يعني سبت الصعيد وجيت مثلا مدينة عشان تصيف ولا تخرج وتفر يعني ايا كان المكان بتاعك حضرتك خش على الانترنت وسجل اسمك وقول مثلا انا في المكان المعين ايا كان مكانك مانيش دعو انت ساكن فين اساسا ولا انت مدرستك فين اساسا بحضرتك المكان اللي انت قاعد فيه لو انت قاعد على الشط اسكندرية في العجمي مثلا ولا في اي حتة قول ان انا جنبي اه 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 الاماكن دي اللي انا نفسي اخد فيها اللقاء هتجيلك لغاية عندك في اي منطقة في جمهورية مصر العربية ويبعث لك رسالة يقول لك انا جاهز تعالى في خلال اتنين وسبعين ساعة تقريبا انك انت حضرتك تتطعم بسرعة محتاجين بسرعة شديدة جدا كل اللي بيشتغلوا فيه وزارة التربية والتعليم اداريين مدرسة سدزة كل العاملين في هذه المنظومة مدارس خاصة مدارس حكومية مدارس اه اي ان كان اي ان كان بيشتغل في التعليم بسرعة قبل نهاية الشهر ده ارجوك بسرعة سجله بسرعة وتروح تاخد التطعيم هيجيلك رسالة في خلال اتنين وسبعين ساعة عشان تروح تاخد التطعيم بتاعك عشان كده بقول لحضراتكم احنا بنسابق الزمن محتاجين بشكل عام اللي بيشتغلوا في التعليم نحافظ عليهم وقد ما نقدر نحافظ على الطلبة ومعنى ان احنا نحافظ عليكم معناها ان احنا بنحافظ على المجتمع بشكل عالم ما هو انت حضرتك الدكتور ولا الاستاذ ولا اي حد بيشتغل في مجال التعليم ده بحيركب اوتوبيس ولا حيركب تاكسي ولا حيركب متر وانفاء فانت بنحافظ عليك حضرتك هتروح البيت هتبقى قاعد مع ولادك فاحنا بنحافظ عليك وبنحافظ على المجتمع كله وعايزين نبتدي سنة دراسية عشرين واحد وعشرين اتنين وعشرين الى حد ما بنسبة من الامان نبقى كده متطمنين اولياء الامور كده تبقى هادية شوية والطلبة هاديين والدكاترة والاساذة هاديين بشكل عام حضرتك قد ما نقدر عايزين نطعم بسرعة كل اللي بيشتغلوا فيه وزارة التربية والتعليم حضرتك يمكن ان تكون لك يعني حضرتك بعد ما هتطعم حضرتك هيبقى معاك شهادة الشهادة دي كأنها بالضبط البطاقة بتاعتك بتخيلها كده كأنها البطاقة الرقم القومي بتاعك ايوة لكنها برقم بطاقة ممكن تبقى موجودة على الموبايل حضرتك لون احمر معناها ان كنت ما اتطعمتش لون اصفر معناها انك انت اخدت جرعة واحدة نور لون اخضر في الابليكيشن بتاعك ده ولا اسمها QR معناها ان خدت ايه التطعيم التطعيمين اما بالنسبة حضرتكو ده بالنسبة او زي ما انا قلت انك انت لازم بسرعة قبل ايوة تلاتين تمانية ويجيلك رسالة في خلال اتنين وسبعين ساعة عشان تروح تطعم اما بقى حضرتكو التعليم العالي والجامعات فاحنا مستهدفين بنسابق الزمن ان احنا المية في المية من الطلاب اللي موجودين في الجامعات الحكومية والجامعات الاهلية والجامعات الخاصة كله يطعم ومية في المية من اللي بيشتغلوا بقى الدكاترة في مجال التعليم الدكاترة اسات زي مساعدين حضرتك حتى اللي بيشتغل في الامن او حتى بيشتغل في النظافة في الجامعة او بيشتغل انك انت بيشرف على كله لازم الطعام في هذه الفترة ازاي كل جامعة هتقول ليه وزارة الصحة انا عندي عدد معين كذا بناء على قاعدة البيانات دي حضرتك وزارة الصحة تبتدي تبعث للجامعة دي كمية المناسبة بحيث انك انت تحافظ على اللقاح ما يحصل لش اي ضرر بشكل كبير حضرتك بعد ما بتطعم ازا كان الطلبة ازا كان الاساتزة والجامعاء الدكاترة وا 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 حضرتك كل طالب لازم المفروض يعني حيدفع خمسة وعشرين جنيه عشان ياخد الشهادة الكيو ار على فكرة الشهادة دي مهمة جدا خمسة وعشرين جنيه دول على فكرة لكل طالب ان هو هيدفعهم ده مبلغ صغير جدا من تكلفة الشهادة والكيو ار ده هنفهمه ليه كمان او انك انت شهادة لأي شخص ازا كان مية جنيه لو انت هتبقى محتاج الشهادة دي هتدفع مية جنيه حشان تاخد هذه الشهادة بالاضافة لمعلومة اخرى ان اي حد بيسافر عايز محتاج شهادة الكيو ار وهو مسافر بيدفع مية وخمسين جنيه في اخر المؤتمر الدكتورة هالة زايد قالت هيبقى فيه روح القانون انك انت لو فيه حد يكون بالفعل مش قادر مثلا يدفع هذه المبالغ هنعفيه حتى الطلبة اللي ممكن يكونوا مسافرين للتعليم بره ومش قادر هذه يدفع هذا المبلغ الميتين وخمسين هنطبق روح القانون ونقول ان احنا ممكن يبقى فيه اعفاء بس الاغلبية الاكتر ممكن يدفعوا ده وخصوصا لما تعرف ان الكيو ار ده والشهادة اللي انت هتاخدها دي في يوم الايام مثلا ان شاء الله الاهلي والزا ملك هيلعبه فين في الاستاد فحنكون عارفين ان الطالب ده عنده الشهادة بتاعته دي اخد تطعيم ولا ما خادش فحضرتك تروح انت متطعم يا رايز تروح تشوف المواطش زي ما انت عايز بقى او تكون فيه مؤتمر في الاستاد او ايا كان حفلة ولا 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 يكون المسأل الحفلة دي بتقول لا انا ما يفعش يخش غير البس اللي متطعم يبقى انت معاك شهادة عشان كده بقول لحضرتك زي البطاقة دلوقتي هتبقى زي البطاقة اللي هو الرقم القومي انت حالتك ايه احمر انت ما اتطعمتش خالص لحد دلوقتي اصفر انت اتطعمت واحدة جرعة واحدة اخضر انت اتطعمت بجرعتين حضرتك بناء العليق اه طلبة حضرتك على الانترنت اللي هو الQR اه الاكترونيك بحيث انك انت ممكن اه بناء على القاعدة البيانات اللي هترسلها اه الجامعات لوزارة الصحة فحضرتك عن طريق الانترنت بتقدر تدفع المبلغ اللي انت عايز تدفعه ازا كان 25 جنيه ولا 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 ايا كان وهيبقى معاك بقى حضرتك على الموبايل كده زريف جدا زي بالزبط البطاقة بتاعتك معلومة اخيرة نفسي بس اقولها قبل مختم ودي مهمة يعني مهمة جدا اه معلومتين اه الطلبة اللي ممكن يكونوا لسه في المرحلة التالتة في التنسيق وده غالبا هنوصلوا دول حضراتكو اه يعني مكونوش لسه عارفين هما داخلين انهي جامعة وانهي برضو يقدموا وبرضو انه هما يروحوا عشان يستخرجوا الشهادة الخاصة بالQR وبناء عليه اللون الاحمر زي ما انا قلت معناها انه هما لسه ما اخدوش اللقاح معناها اللون الاصفر انه هما اخدوا جرعة واحدة لكن ممكن يخش الجامعة وفي خلال ثلاث اسابيع او بعد ثلاث اسابيع لازم ياخدوا الجرعة التانية وإلا حضرتك مش هتخش الجامعة احنا بنسابق الزمن مش عشان نصعبها على نفسنا وهتقولولي طب هو ليه الاستعجال فجأة مرة واحدة كده للأسف الشديد الدول العالم كلها بتتصارع على اللقاح وفي بعض الدول عندها نية مش ظريفة شوية وعندها انانية فتقولك لا انا هصنع لنفسي والدولتي ووصوصا ان انا مش عارف لسه هذا القورونا دي هتخلص امتى فيبقى عندي استقات عشان ادي المواطن عندي في هذه الدولة وفي دول كتيرة جدا ماخدتش ولا القاح هل الدولة المصرية سكتت؟ لا الدولة المصرية مسكتتش وفي خمس صيد رئيس عفتاح السيسي وجه بانك انت بسرعة من الشهر تمانية اللي فات انزل وروح شوف منظمة الصحة العالمية شوف سينوفاكا وسينوفارم ييجوا يصنعوا في مصر وبالفعل في ملايين ده طالعين مرة يقولك فيه خمسطاشر مليون جرعا ان شاء الله طالع عشان نعمل اللي احنا عايزين نعمله ده اللي هو سباق مع الزمن عشان نطعم كل اللي بيشتغلوا فيه وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بالاضافة الى حاجة جميلة جدا كلنا نفخر بيها وكلنا نبقى مبسوطين بيها مصر بلدك هتكون واحدة الدولة الوحيدة اللي هتصنع اللقاح اللي هيروح لكل الدول الافريقية يعني هتصنع وتصدر لكل الدول الافريقية سينوفاكا بالاضافة ان الدكتورة هالة زايد اعلنت كمان انه ان شاء الله فيه اتفاق مع فيه اتفاق حضرتك مع شركة اوروبية تانية من الغرب يعني لسه مش عايزين نعلن عنها يعني ممكن ان حضرتكو ايه ان شاء الله تخش فيه التصنيع فيه مدينة ستة اكتوبر بلدك بتعمل سباق مع الزمن في الحفاظ على صحة المصريين بلدك بتعمل سباق مع الزمن في انك انت تبني بلدك من اول وجديد بلدك بتعمل سباق مع الزمن في انك انت تغير شكل وطبيعة الدولة المصرية بحيث انها تكون دولة يعني ان شاء الله قوية حاجة مهمة جدا انك انت تفتخر على فكرة انك انت الدولة الوحيدة في افريقيا اللي هتصدر لكل الدول الافريقية لقاح يقيق منك انت تموت لقاح حياتك فحاجة مشرفة يا جماعة حاجة مشرفة المفوض ان احنا نحفظ يعني نفتخر بيها يعني اخر معلومة دكتورة هالة زايد قالت ان احنا بنزود بشكل كبير جدا حضرتك الاماكن اللي ممكن ان شاء الله تقدروا تاخدوا اللقاح فيها بسرعة ويبقى فيه توزيع يبقى حواليه مثلا 200 مركز ده بالاضافة لموضوع الميجا سنتر زي ارض المعارض اللي هي بتبقى فيها من 10 تلاف لعشرين الف في اليوم ممكن تطعام عدد كبير جدا فيها امكانيات كبيرة جدا زي مدينة البحث في اسكندرية في اكاديمية الفنون في الجيزة تجهيز مكان في الشرقية وانا واسيوت سباق مع الزمن في اخذ اللقاح بسرعة وخصوصا بعد تصنيعه في مصر سينوفاك اللي حيحفظ باذن الله تعالى حياة المصرين الى حد كبير فيه معلومات كتيرة بصراحة في هذا المؤتمر من ضمنها برضو انك انت في عندك انا مش عايز اخلص من كتر المعلومات الحلوة انه في حضرتك دوة تم شراء عدده 15 الف جرعة بخمسة مليون دولار تكفي الخمس تلاف مواطن الدوة ده حضرتك لو انت من المتوسطين في الحالة كورونا او يعني حالة 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 شديدة تقدر تخف بنسبة 95% بعدها بتخش المستشفى ويبقى اكسوجين وا 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 ده اضافة الى دوة تاني امريكي ان شاء الله حييجي قريب جدا وبردو غالي جدا يا رب الموجر ربع مننا المتوقع ان هي تيجي على مصر في اواخر سبتمبر او من دلوقتي هتبتدي يعني يا رب ان شاء الله تعدي على خير وان شاء الله بإذن الله تعالى عدد الاصابات وعدد الوفيات ما يكونش كبير دائما مصر بتنجح في محاولة ان احنا نقع في مشكلة كورونا بشكل كبير زي كتير من الدول المتقدمة وقعت في هذا المجال او في المشكلة دي نستعرض بعض من الاخبار الرئيس عفتاح السيسي يوجه صياغة مخطط متكامل لرفع كفاءة المحاور الرئيسية التي تربط شرق القاهرة بغربها استعزمكم بس اوضح الصورة شوية اكتر اجتمع الرئيس عفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئاس مجلس الوزراء والسيد محمود شعروي وزير التنمية المحلية والدكتور عاصم الجزار وزير اسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والسيد احمد راشد محافظ الجيزة والسيد خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء اركان حرب ايهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية لقوات المسلحة وقال المتحدث الرسم باسم رئاسة الجمهورية بان الاجتماع تناول متابعة تطوير منظومة شبكة الطرق في القاهرة القبرى وتطوير محاور ربط مناطق شرق وغرب القاهرة وقد وجه السيد الرئيس باستمرار التنصيق بين مختلف الجهات المعنية لتعزيز جهود تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق في القاهرة القبرى تحقيقا لسهولة ويسر الحركة للمواطنين من مرتادي تلك الطرق والمحاور والقضاء على الاختناقات المرورية وحل مشكلة التكدسات رئيس الوزراء يلتقي مسؤولي سيمينس لبحث تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم حول تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير القهرباء والطاقة المتجددة والدكتور كريستيان برخ الرئيس أو المدير التنفيذي لشركة سيمينس الألمانية والمهندس عماد غيالي العضو المنتدب لشركة سيمينس للطاقة مصر وعدد من مسؤولي الشركة واستهلت دكتور مصطفى مدبولي اللقاء بالترحيب بوفد شركة سيمينس الألمانية مشيدا بالعلاقات المتميزة التي تجمع الطرفين والتاريخ الطويل من الشركات في مختلف المجالات وضاف رئيس الوزراء في هذا الإطار أن توقيع اتفاقية اليوم مع شركة سيمينس الألمانية سيعطي دفع قوية للعلاقات الوثيقة بين الجانبين لا سيمة في الهيدروجين الأخضر يعد مستقبل الطاقة ومصر لديها خطة لتطوير صناعة الهيدروجين الأخضر بالتزامن مع البرامج التي يطبقها الاتحاد الأوروبي حاليا في هذا الصدد معربا عن تطلعه إلى ترجمة مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين اليوم إلى مشروعات ملموسة في القريب العاجل الصحة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العاملين الممتنعين عن تلقي لقاح كورونا إجراءات كبيرة تقوم بها وزارة الصحة لتطعيم العاملين في مختلف القطاعات والتركيز حاليا على تطعيم العاملين في التعليم والتعليم العالي قبل بدء الدراسة ووزعت وزارة الصحة منشور على هيئات وقطاعات الوزارة بضرورة تنبيه على إلزام جميع العاملين بالحصول على لقاح كورونا بعد التسجيل على البوابة الإلكترونية لحجز اللقاح وحست وزارة الصحة والسكان الفرق الطبية على الحصول أخذ لقاح كورونا المستجد في مصر وقالت الوزارة حرصا على سلامة جميع العاملين بالقطاع الطبي في جائحة فيروس كورونا لابد من تطعيم جميع العاملين بديوان عام الوزارة تحية كبيرة جدا 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 لكل الدكاترة وكل الممردين وكل من يشتغل في القطاع الطبي والله يرحم شهداء الطباء والممردين اللي اتوفوا أثناء مواجهتهم لكورونا في خلال السنتين اللي فاتوا دول الله يكون فعونكو وربنا يقويكو وخصوصا نحن غالبا دخلين على موجة ربعة وخصوصا ابتدنا نشوف أو ابتدى الوزارة الصحة تقول أنه في بعض الحالات ظهرت لمتحور دلتا في مصر ولكن حضراتكو اتطمنوا أنه الناس اللي اكتشفوهم اللي عندهم متحور دلتا لكورونا ما دخلوش مستشفى وحالتهم طيبة جدا وما وصلتش الحالة لحالة حتى متوسط ولا خطيرة هو مشكلته بس أنه هو بينتشر بسرعة ويصيب اللي حواليه بسرعة فالإجراءات وزارة الصحة المصرية اللي بتقوم بيها في تطعيم كل المجالات دلوقتي وكل الوزارات وكل التربية التعليم والمطارات السياحة كل اللي بيشتغلوا في الهاية الإدارية للدولة بنوك مع التطعيم مع حضرتك أنك أنت تحافظ على نفسك مع كمية الأدوية الجديدة اللي بتستوردها الدولة عشان تديها للحالات المتوسطة والحالات الخطرة وإن شاء الله تشفى بسرعة فإن شاء الله نقدر نمر المرحلة دي على خير بإذن الله تعالى وزير الخارجية يؤكد ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة التنظيمات الإرهابية لمنطقة الساحل استقبل وزير الخارجية سامح شكري اليوم الثلاثاء بمقار وزارة الخارجية الدكتور ديفيد فرانسيس وزير الخارجية والتعاون الدولي لسيريال يون في إطار الزيارة الثنائية التي يقوم بها للقاهرة حيث تم عقد جلسة محادثات رسمية حول عدد من الموضوعات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك فضلا عن التوقيع على عدد من الاتفاقيات السنائية لتعزيز التعاون بين البلدين وقالت السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزيرين أشاد خلال مباحثات بالعلاقات بين البلدين وإبراز الرغبة في تعزيز مستوى التبادل التجاري بما يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين وزير الخارجية يستقبل أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية العائدة من كابل فجأة وأنا بتفرج على تليفزيون مبارح فجأة لقيت لقيت حاجة دايما يعني دايما القوات المسلحة المصرية والخارجية المصرية والمخابرات المصرية العامة دايما لما بتتحط في أي تحدي بيبقى قد التحدي وخصوصا بقى التحدي ده إنك أنت يبقى دولة عبارة عن كلها إرهاب ودولة فيها عدم نظام غير طبيعي ودولة فيها عدد من عدد من القوات الأجنبية من مختلف جميعا حي العالم تقريبا بريطانيا ألمانيا أمريكا روسيا إيه ده إيه الدولة دي طالبان بتخش بتسيطر على كاول بتسيطر على أفغانستان وشوفنا المطارات المبهدلة والناس اللي بتشعلق في العرب في العربيات في الطيارات الأمريكية اللي تطلع وبتتساقط زي ما أنا قلت كأنه فيلم أمريكاني مش هنصدقوا لو شوفناها في أفلامهم وفي ظل كل الكركبة دي حضرتك وصارت الخارجية المصرية مخابرات العامة المصرية الكوات المسلحة المصرية ترجع كل البعثة المصرية بكل أمان طيارة تنزل في وسط كل المشاكل دي تاخد كل البعثة المصرية اللي موجودة إذا كان دبلوماسية أو شيوخ أظهر وترجعهم بلدهم في سلام مين؟ مين؟ كم دولة عملت كده؟ كم دولة قدرت تعمل كده؟ كم دولة تقدر بعلاقاتها السياسية وعلاقاتها الدبلوماسية وعلاقاتها المخابراتية إنها ترجع المواطنين بسلام بهذا الشكل ولو تسمع بقى القصص قصص من الناس اللي راجع تقول مصر دي عظيمة أوي يا أخي وقوية أوي يا أخي ورجعت قوية بشكل قوي جدا فوسط دول العالم وزير الخارجية استقبل أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية العائدة من كابل استقبل وزير الخارجية سمح شكر اليوم الثلاثاء أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في كابل وذلك على في أعقاب عملية إجلاء الرعاية المصريين من أفغانستان والذين عادوا مساء أمس إلى أرض الوطن على متنطائرة قامت الكوات المسلحة بتسيرها وفقا لتوجهات الرئيس عفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإجلاء المواطنين المصريين سالمين إلى أرض الوطن وهو ما تم بنجاح بحمد الله فخامت السيد الرئيس عفتاح السيسي كان في المداخلة بالليل بتكلم عن الوعي وقد إيه مهم جدا الأعمال الفنية اللي تقدر تزيد الوعي في أنك تحافظ على بلدك أنك تحافظ على مؤسسات بلدك أنك تحافظ على فكرك ودينك وعرضك وفي نفس الوقت في طيارة طيرة من أفغانستان من كابر شايلة المصريين راجعين بالسلامة تنصيق الجامعات 2021 مكتب التنصيق يهيب بطلاب المرحلة الأولى سرعة تسجيل الرغبات أهاب السيد عطى رئيس قطاع التعليم العالي والمشرف على أعمال مكتب التنصيق طلاب المرحلة الأولى من تنصيق الجامعات بسرعة تسجيل الرغبات عبر موقع التنصيق الإلكتروني وذلك قبل مساء اليوم الأربعاء الموعد المعلن لغلق باب المرحلة الأولى للتنصيق وأكد السيد عطى أن وزارة التعليم ومكتب التنصيق أتاح الفرصة أمام طلاب السنوية العامة لتسجيل رغباتها على موقع التنصيق الإلكتروني من خلال معامل التنصيق بالجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية أو من خلال إتاحة التسجيل من الحاسب الآلي الشخصي المزود بالإنترنت انطلاق الجولة الخامسة غداً لاختبارات الإلكترونية للجامعات الأهلية عندنا على فكرة النهاردة ضيف بنتكلم أكتر وأكتر عن أننا نفهم وعي أكتر بالجامعات الأهلية وتاريخها نحن نعرف أكتر وأكتر انطلاق الجولة الخامسة غداً لاختبارات الإلكترونية للجامعات الأهلية تنطلق الجولة الخامسة من الاختبارات الإلكترونية للجامعات الأهلية غداً الأربعة وتستمر نقاسف حتى يوم الخميس 26 أغسطس الجاري وذلك بالنسبة للطلاب الذين أنهوا تسجيلهم وإدخال رغباتهم عبر المنظومة الإلكترونية لتنصيق الجامعات الأهلية ويعتمد نظام القبول بالجامعات الأهلية على المجموع الاعتباري للطلاب ويتم حساب المجموع الاعتباري من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة مضافاً إليه درجات الإلكتروني 70% لمجموع الثانوية العامة أو ما يعادلها زائد 25% لاختريات المعلومات القطاعية زائد 5% لاختبار التفكير النقدي أنا بقى هستغل أن أنا عندي ضيف خاص بهذه الموضوعات وأفهم منه يعني إيه اختبارات المعلومات القطاعية واختبارات التفكير النقدي واختبارات المعادلة المضافاً إليه يعني أحرفهم أكتر بعد إذن حضراتكم هذه المصطلحات ممكن تكون مش كتير مننا من الطلبة ولا حتى أولياء الأمور ممكن يكونوا عارفينها ولكن ما يمنعش إن إحنا الجامعات الأهلية مهمة جداً جداً وخصوصاً إن هي بيبقى فيها تخصصات مش موجودة في أي جامعات تانية ودايماً عينيهم على سوء العمل ابنك ولا بنتك لما تتخرج تلاقي شغر تلاقي شغر مش تفضل تدور سنة و سنتين و عشرة التعليم الماسح الضوئي صحح 12 ألف ورقة في الساعة بامتحان السنوية العامة قال الدكتور رمضان محمد رمضان مدير المركز القومي لامتحانات والتقويم التربوي أن رحلة تصحيح لامتحانات البابلشيت بالثانوية العامة بدأت بالتأكد من بيانات الورقة الامتحانية للطالب بعد مراجعتها من قبل الأعضاء داخل الكنترول ثم تأتي الخطوة الأولى وهي دخول ورقة البابلشيت على جهاز الماسح الضوئي اللي هو السكانر موضحاً أن عدد الأجهزة كان كبير وصرعتها كبيرة قائلاً تصحيح 12 ألف ورقة في الساعة وفي 8 ساعات تصحيح قرابة 120 ألف ورقة من البابلشيت وبعد هذه الأجهزة يصبح 90 ألف ورق قائلاً نتحدث على تصحيح قرابة 6 مليون ورق انتحانات بالثانوية العامة الصحة استقبال 2003 متبرعين بمراكز تجميع البلازمة منذ 14 يوليو الماضي أعلنت دكتور أهالة زاية وزيرة الصحة والسكان عن استقبال 2003 متبرعين بمراكز تجميع البلازمة ضمن المشروع القومي للتبرع بالبلازمة في إطار مبادرة الرئيس الجمهوري لتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازمة وذلك منذ انطلاق المشروع في 14 من شهر يوليو الماضي وحتى اليوم مجلس الوزراء ينفي تراجع الاهتمام الحكومي من منظومة التعليم الفني كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في ضقمة ردد عن أنباء بشأن تراجع الاهتمام الحكومي من منظومة التعليم الفني تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لتراجع الاهتمام الحكومي بمنظومة التعليم الفني مشددة على تنفيذ الدولة استراتيجية لإصلاح وتطوير التعليم الفني منذ عام 2018 والتي أصبحت في تحسن ترتيب مصر لدى مؤشر المعرفة العالمية الخاص بالتعليم الفني والتدريب المهني الذي ينشره سنويا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حيث تقدمت مصر إلى المرتبة رقم 80 تقدمت مصر إلى رقم 80 خلال عام 2020 مقارنة بالمرتبة 113 خلال عام 2017 يعني 2017 كانت مرتبة مصر في مجال التعليم الفني 113 دا كان في 2017 دلوقتي في 20-20 السنة اللي فاتت بقينا في مرتبة 80 يا رب عبال لما نبقى خمسة عشان الصناعة عندنا كده تبقى مزدهرة التعليم الفني دا مهم جدا شجعوا شبابكو يا جماعة أنه كنتوا يشتغلوا في مجال التعليم الفني الصناعة الصناعة ويتدرب ويتعلم مع حاجات جديدة ويتعابل مع مصنع من المصانع الكبرى وخصوصا أنك أنت بقى عندنا أسامي عالمية بتعمل مصانع في مصر إذا كان في المنطقة الصناعية في بورسعيد إن شاء الله إذا كان روسيا ولا الصين ولا بعض الدول الأخرى واليابان كمان إنك أنت تلاقي شغل وإنك أنت تبقى بتعمل حاجة تفخر بيها ميدن إيجيبت صنع في مصر عايزين نبطل استراد ونصدر الإسكان بيع ستين ألف كراس الشروط لحجز وحدات مشروع سكن لكل المصريين اتنين قالت مية عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بأنه تم بيع ستين ألف كراس الشروط لحجز الوحدات السكنية التي يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضمن بوادرة الرئيس عفتاح السيسي سكن لكل المصريين اتنين لمنخفض ومتوسط الدخل بعدما قام ما يزيد على أربع تلاف وتلتمية عميل بسداد مقدمات الحجز بفكركم بس لمبادرة الفخامة للصيد الرئيس عفتاح السيسي بأنك انت ممكن تمتلك بيتك بدأ بتروح تأجر خيز لكن تتمتلك بيتك بفايدة 3% بس قطقصة رئيس لغاية 30 سنة ويبقى معاك كده عقد حلو تمليك تورسه لولادك التمويل إيقاف نظام صرف الخبز والسلع المدعمة الساعة 9 مساء لأعمال الصيانة التمويل إيقاف نظام صرف الخبز والسلع المدعمة الساعة 9 مساء لأعمال الصيانة تبدأ وزارة التمويل والتجارة الداخلية صيانة قواعد البيانات وتطبيقات الخبز والتمويل حيث سيتوقف النظام بالنسبة للمخابس والمطاحن والبقالين التموينيين بجميع المحافظات اعتبارها من الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء وحتى الساعة الواحدة صباحا غدا الأربعاء هيتوقف امتى من الساعة الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء وحتى الساعة الواحدة صباحا غدا الأربعاء بس عشان لإيه الإشعاعات ده وقفوا التمويل الحقولة أصلي ما لا يعني هي بنصلح حاجة بس مش أكتر آخر خبر معنا حضرتكو تقس الغد حار بالقاهرة الكبرى شديد الحرارة جنوبا والعظمة بالعاصمة 35 درجة تتوقع هاي الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء تقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائل الحرارة رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد دي كانت أخبارنا حضرتكو النهاردة قاعدنا النهاردة موضوع لطيف جدا ويمكن الكثير من المواطنين المصريين ممكن يكونوا مش عارفين إلا لو يعني عندك حد يكون من أهلك أو من أصدقائك خاد هذه التجربة وفهم أكتر وأكتر ولكن يمكن أعتقد إن إحنا مهم أو إن إحنا نفهم أكتر وننوعي أكتر بهذه وأهمية هذا المجال مع بدء تنصيق الجامعات تجربة التعليم الإلكتروني في الجامعات المصرية وحنتكلم بالأخص عن الجامعات الأهلية وأهميتها وإيه مميزتها وقدي إيه هي ابتدت إمتى لأن أنا عرفت إن هي مش مثلا من سنة سنتين للجامعات الأهلية لا هو في جامعات أهلية كثيرة طبعا ابتدت تظهر وجميلة جدا ومتميزة ونكحة جدا إنما اكتشفت إن واحدة من الجامعات دي بقالها سنين ولكن حصل تطوير فيها أكتر وأكتر الدكتور هشام عبدالسلام رئيس الجامعة الإلكترونية الأهلية تاني الدكتور هشام عبدالسلام رئيس الجامعة الإلكترونية الأهلية الدكتور هشام هيكون في صفحة جديدة إن شاء الله بعد الفاصل فاصل ورجعين حالا